كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 فضلا عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاور في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال من جانبه ثمن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية معاربا عن الاعتزاز بكون البرنامج القطري لمصر الذي تم التوقيع عليه عام 2021 يمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا نسبية على المستويين الاقتصادي والتنموي وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مجالات مثل الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات والمتابعة والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر